يبدو لكثير من المراقبين وكأن ميليشيا الحوثي الإرهابية تفاوض ظلها في ملف تبادل الأسرى بالمختطفين بالعاصمة العمانية مسقط وقوبل أداء الوفد المفاوض عن الشرعية بحملة انتقادات واسعة حد التشكيك في موقفه الذي بدى متساوقا مع الاحتمالية الحوثية بشأن مصير السياسي المخفي قصرا مخمط قحطان الانتقادات لم تستثن سلبية الأداء التفاوضي للفريق الحكومي ومخالفته التوجيهات الرئاسية في عدم إبرام أي صفقة لا تتضمن الإفراج عن قحطان والكشف عن مصيره وتكشف التصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة الأسرى الحوثية وتماهى مع رؤيتها الوفد الحكومي عن أن قحطان على قيد الحياة لكن حياته بعد التصريحات في خطر حقيقي وحمل حزب للصلاح ميليشيا الحوثية الإرهابية كامل المسؤولية عن حياة قحطان مؤكدا على وجود معلومات مؤكدة لديه بأنه على قيد الحياة وأن الإفراج العاجل عنه أولوية قصوى وعادة ما تكمن الحقيقة بين احتمالين وهي هنا في سياق التصريح الحوثي المتأرجح شديدة الوضوح عن نية الميليشيا في تعريض حياة المختطف السياسي للخطر ومن المؤسف أن تظل ميليشيا الحوثي تبتز وتتلاعب بهذا الملف الإنساني الذي صنعته بجرائمها وسجونها دون أن يبدر عن الشرعية موقف يمكن وصفه بالقوي أو التاريخي لتحرير الضحايا وحاليا يترقب اليمنيون وعائلات المغيبين خلف سجون الإرهاب الحوثي عودة أحبائهم على قاعدة الكل مقابل الكل وفي طلعتهم عميد القضية اليمنية محمد قحطان الذي تهفو إليه كل شرفات البيوت